رغم دعوات المستمرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لفصل الرياضة عن السياسة لعبون من مختلف الجنسيات أعلنوا دعمهم قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي هناك نجم منتخب فرنسا وفريق الاتحاد السعودي كريم بنزيمة أعلن عبر منصة اكس دعمه لغزة ما جعله في مرمى نيراني سياسيين فرنسيين حتى إن نائبة برلمانية طالبت بصحب الجنسية الفرنسية منه في ألمانيا البلد الأكثر صرامة على مستوى قوانين كرة القدم تعرض المغربي نصير مزراوي إلى حملة شريسة من الإعلام الألماني بعد تضامنه مع غزة ما دفع نديه بايرن يونخ إلى نشر بيان رسمي أعلن فيه التحقيق مع اللعب لكن النادي قرر في نهاية المطاف عدم معاقبته أو استبعاده من الفريق الأمر كان مختلفا مع إدارة ندي ماينز الألماني التي قررت إيقاف المهاجم الهولندي من أصل المغربي أنور الغازي بعدما كتب منشورا على استجرام ختمه بعبارة من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة ندي نيس الفرنسي أيضا أعلن توقيف لاعبه الجزائري يوسف عطال بسبب منشور تضامن مع غزة واتهمه بالدفاع عن الإرهاب والتحريض على الكراهية ليحظى اللاعبه بتضامن كبير من الجماهير التي رأت أن عقوبات اللاعبين تمثل ازدواجية معايير مقارنة بتعامل الأندية مع الحرب الروسية للأوكرانيا وكما عقبت الأندية والمتضامنين الجماهير وأيضا عقبت الصامتين انتقادات كثيرة طالت المصرية محمد صلاح الذي التزم الصمت عند بداية العدوان الإسرائيلي ليخرج بعدها في فيديو أدان فيه قتل المدنيين لكن الجماهير عادت انتقادهم مدعية أن تعطفه مع غزة لم يكن واضحا بل إنه التزم الحيادة في رسالته أما المصري لاعب فريق أرسنل محمد النيني فكان من السباقين لإظهار تضامنه مع غزة بتغيير صورته الشخصية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنه يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز نجم أهل جدة الجزائري رياض محرز أعلن تضامنه مع غزة رفقة اثنين من زملائه في المنتخب حاملين العلم الفلسطيني وعلق كاتبا نحن نريد السلام وفي تركيا كرام أكترك أغلو واحد من لاعبين كثر تضامنوا مع الشعب الفلسطيني لاعبه قراتة سراي كتب منشورا أدان فيه قصف المشافي وقتل المدنيين في غزة وختمه بعبارة الساكت عن الحق شيطان أخرس وبما أن الجماهير جزء من فريق كرة القدم فإن عددا كبيرا من المدرجات أعلنت دعمها لغزة برفع العلم الفلسطيني كجماهير قراتة سرايا التركي وسلتك الأسكتلندي وجماهير إشبيليا وريالسوسيداد الإسبانيين ضاربين بعرض الحائط العقوبات المحتملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر